كأس العالم للأندية والموضوع ده يمكن عمل اهتمام كبير جدا في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة ويمكن الموضوع ده يمكن الحمد لله كنت من أولي الناس اللي تابعت القصة دي بالزبط يوم الحد اللي فات جالي تليفون من أحد الزملاء الصحفيين أو أكثر من زميل في المغرب وكانت المعلومة بالزبط زي ما أعلقوا عليها لأن الناس كانت فاكرة أن المغرب تقدمت بطلب لي استضافة كأس العالم للأندية لا هي القصة مش كده والناس تنقلت الخبر بشكل غير صحيح الفكرة أن الاتحاد الدولي عايز يكلف المغرب باستضافة كأس العالم للأندية قطر الشيح يعني الفيفا بيرشح أن المغرب تستضيف هذه البطولة ولكن لغاية اللحظة دي اللي بتكلم معكم فيها مفيش قرار رسمي بإقامة كأس العالم للأندية أين ومتى تمام؟ طيب الفكرة بحد ذاتها ليه المغرب ممكن تنظم؟ الأمور متعلقة ببعض التفاصيل اللي موجودة حالياً في الدوحة والنتاج الكبيرة اللي حققتها المغرب في كأس العالم والنجاحات المميزة للجامعة الملكية المغربية في كأس العالم الأخيرة في الدوحة اللي مقامة حتى الآن والنهاردة مباراة السيمي فاينال أمام منتخب فرنسا يوم الجمعة في اجتماع للجنة التنفيذية جرى العرف أو الناس عشان تبقى عارفة تنظيم كأس العالم بيبقى ازاي؟ أولاً تنظيم كأس العالم الفيفا بتسند التنظيم للاتحاد الوطني سواء طلب أو عنده إمكانيات مادية أنه هو يستضيف البطولة لأن الأمر مش متعلق بهم نفسه ما بين الملفات عشان الاستضافة ولا قصة مش ماشة كده قصة ماشة في إطار أن أنت لو عندك القيم المالية اللي ممكن توصل لحوالي مثلاً يعني 20 مليون دولار بتتفحهم كتأمين للاتحاد الدولي اتفضل استضيف البطولة وبالتالي هي مسألة توافق أو تكليف من الفيفا لمن يستضيف هذه البطولة خلال الفترة اللي جاي طيب الناس لما عرفت الخبر أن المغرب مرشحة لاستضافة كأس العالم للأندية طيب إيه اللي حصل على طول طواردة الأنباء إن خلاص طالما المغرب تستضيف فيما بالتالي النادي الأهلي هيشارك بناء على إن الليحة الأخيرة للبطولة اللي تم تنزيمها في الإمارات كانت محددة بعض التفاصيل أنا أقول لكم بالضبط في الليحة المنظمة لكأس العالم للأندية الأخيرة في النسخة الأخيرة في الإمارات إلا وايح المنظمة أو البنود المنظمة لهذه البطولة أولاً الفيفا رقم واحد بيختار الاتحاد المحلي لتنزيم كأس العالم للأندية ثانياً الاتحاد اللي بيصدر للتنزيم بيكون مسؤول عن التنزيم والاستضافة وفق تعليمات الفيفا ثالثاً الاتحاد اللي بيتولى التنزيم بيبرق زمة الفيفا عن أي مسئولية عن أي دعوة قضائية من استضافة هذا الحدث إذا كان هناك أي خسار مالية أو دعوة قضائية ممكن تحصل يعني بالتالي أنت بتصديف وبتمضي إبراء زمة للفيفا أن أنت المسؤول عن كل شيء عشان لو حصلت أي مشاكل قرونية يبقى الاتحاد الوطني اللي بيصدف هو المسؤول مش الفيفا طيب اللي بيتشارك في البطولة دي كم نادي؟ سبع أندية بطل أسيا بطل أفريقيا بطل الكونكا كاف بطل الكونيمنبول أمريكا الجنوبية أوكيانوسيا وبطل دوري أبطال أوروبا يعني بنتكلم في حوالي كده اثنين أربعة ستة زائد بطل الدوري للاتحاد المصدف للبطولة طيب مثلاً لو البطولة تلعبت في شهر فبراير ولسه دوري أبطال أسيا محددش مين البطل هل البطولة تتلعب؟ ولا تستنى تتأجل؟ لا تتلعب ما عندهمش مشكلة أن البطولة تتلعب بشرط أن الاتحاد الأسياوي يختار فريق للمشاركة في هذه البطولة مع اعتماد الفيفا للفريق اللي هيشارك في البطولة وبالتالي مثلاً لو تلعبت البطولة من 1 ل 11 فبراير ولسه بطل أسيا مش معروف الاتحاد الأسياوي يقدر يختار الفريق اللي يلعب في البطولة حتى لو ما كانش البطولة خلصت ممكن ياخد مثلاً آخر فريق بطل لدوري أبطال أسيا ولا يكن مثلاً الهلال السعودي ويلعب في البطولة والفيفا يوافق طيب في حالة المغرب الموقف إيه بالزبط؟ الوداد هو بطل دوري أبطال إفريقيا والوداد هو بطل الدوري المغربي والاتحاد المغربي في حال إذا تم تكليفه بالتنظيم الوداد هيشارك طيب الليحة وركزوا بقى في النقطة اللي جاية دي الليحة الأخيرة اللي معمول عليها البطولة في الإمارات اللي هي عشرين واحد وعشرين قالت إيه؟ لن يكون هناك فريقان مشاركان من نفس الاتحاد العضو إذا كان الفائز من مسابقة القرى إذا كان الفائز من مسابقة القرى هو نادي تابع للاتحاد المنظم يعني بطل الدوري أدي فريق مغربي مثلا وبطل دوري أبطال إفريقيا فريق مغربي آخر المغرب لو ننظمت يبقى لديين من المغرب بيشاركوا في البطولة؟ لا طيب فيه جزئية تانية محدش تطرق لها بطل دوري أبطال إفريقيا هو الوداد وبطل الدوري هو الوداد طيب هو قال لك إيه؟ لو النادي التاني من نفس البلد يستبدل بالنادي التالي الأفضل في المسابقة الإفريقية ما قالش وصيف دوري الأبطال هو قال النادي التالي الأفضل في المسابقة الإفريقية وطبعا ده أو ده معيار اللي بيحدده الاتحاد القرى يعني ممكن الاتحاد الإفريقي يقول لك إيه نقطة بركان هو بطل الكونفدرالية ويعتبر ده النادي التالي للمسابقة الأقوى الإفريقية اللي وده ده البطل ونهضة بركان بطل وبالتالي دول الناديين اللي هشارك ولكن هنا هيصطدم برضه بفكرة أن الناديين من المغرب طيب تعالوا بقى للجزئة الأهم اللي عايز أختم بها كلامي في هذا الموضوع الكلام ده على ليحة 2021 إذن ملاش حد يحط أي مقياس على الليحة دي في البطولة الجاية لأن البطولة الجاية ممكن تتعدل كل البنوت دي ممكن تتعدل الليحة يعني اللي موجودة حاليا على موقع الاتحاد الدولي دي الليحة اللي تنظم عليها كاس العام الأندية 2021 في الإمارات طيب 2022 اللي هتتلاقي في أولي 2023 وليكن مثلا في المغرب هتتعمل لها ليحة ويتم نشرها على الويب سايد بتاع الفيف ممكن تتعدل الليحة ممكن تمزل نفس نصوص الليحة ممكن يحصل تعديلات على الليحة وبالتالي من السابق للأوان أن نتحدث عن من سيمثل أفريقيا في كاس العالم للأندية في حال إقامة البطولة في المغرب هل الوداد فقط؟ هل الوداد نهضة بركان؟ هل الوداد والأهلي؟ كل الأمور دي نعجلها شوية حتى لو الفيفا أعلن يموت جمعة أن المغرب هتنظم لأن فيه لايحة تتعمل بعد اعتماد مجلس الفيفا للبطولة واللوايح كل بطولة بتتغير آه كل السنين اللي فاتت ما تقررتش ناديين في دولة واحدة ولكن محدش عارف البطولة اللي جاية ممكن يحصل فيها إيه دمك مثلا هو على الشاشة من اهتمام السوشيال ميديا كورا بلاس كانت قالت فيفا يحسن إمكانية مشاركة الآلي في كاس العالم أندية عشرين تلاتة وعشرين بسبب المغرب طبعا كل المواقع يمكن نقلت التفاصيل دي من خلال موقع برازيلي كان قلقت ضوء على أن المغرب مرشحة للاستضافة ويمكن الحمد لله أنا أقولت لكم القصة دي من بدري أصلا يعني المغرب المعلومة كانت جاءة من المغرب أنهم مرشحين برضو الوطن سبورت قال كاس العالم ألفين وسبعة يفتح الطريق أمام الأهلي للمشاركة في منديال الأندية لأن نفس الأمر ده كان حصل في أسيا يعني كان بطل دوري أبطال أسيا هو هو نفس الفريق مثلا في الدور اليماني ما كانش ينفع اليمن تشارك بلاديين فشارك فريق واحد وشارك فريق آخر من أسيا يعني في عوامل سابقة أو في معايير سابقة ممكن ناخدها كمقياس على البطولة اللي جاي ولكن أنا بستنى اللوايح ممكن يحصل أي تعديل في اللوايح قبل بطولة عشرين اتنين وعشرين هتتقاوم إن شاء الله في بداية عشرين تلاتة وعشرين طيب دي الجزائي المتعلقة بالمغرب النهاردة إحدى الصحف الأسبانية اتكلمت على أن نادي ريال مدريد تم اختاره رسميا وقضامكم على الشاشة هو تم اختاره رسميا إن من الفيفا يعني إن كاس العالم الأندية هيقوم في الفترة من 1 إلى 11 فبراير في أبو ظبي وبالتالي هنا بقى إيه لف ورجع تاني فهمين أنتوا عارفين الشعار الشهيري اللي موجود في السينما المصرية يعني معنى كده على قديمه بقى بطل دورة أبطال إفريقيا الوداد بطل دورة أبطال أوروبا ريال مدريد بطل مثلا أمريكا الجنوبية فريق برازيلي وحلاص هم اللي هيشاركوا مع فريق بطل الدوري الإماراتي آخر بطل هو اللي هيشارك في كاس العالم الأندية لكن الصحيفة الأسبانية أكدت إن ريال مدريد تلقى خطاب رسمي من الفيفا إن البطولة في الفترة دي خلال البداية العام القادم في أبو ظبي ويوم الجمعة في اجتماع لجياني إنفنتينو مع مجلس الفيفا لتحديد كل الأمور المتعلقة بالبطولة دي كل التفاصيل المتعلقة بكاس العالم الأندية من أول ما الخبر طلع من يوم الحد اللي فات لغاية اللحظة اللي بتكلم معاك وفيها دلوقتي النسب إيه؟ ما فيش أي نسب لأي شيء لأنه كل شيء وارد خلال الفترة الجاية نركز في مشوار الدوري نركز في مشوار أفريقيا جت أهلاً وسهلاً ما جاتش إحنا بننافس على أفريقيا عشان نتواجد في كل المحافل الدولية خلال الفترة اللي جاية وكلكم عارفين وهتقد يعني حتى كمان الناس في الكاف أو في الفيفا عارفين وجود الأهلي في أي محفل دولي أو قري يعني بيدل البطولة قيمة ورونك ومكانة واسألوا حتى الأشقاء في الخليج يعني سواء في قطر سواء في الإمارات لما الأهلي راح لعب كاس عالم أندية في الإمارات وفي بوظبي كات البطولة عاملة إزاي؟ ولما الأهلي راح لعب في الدوحة آخر نسخة أو النسخة قبل الأخيرة كات البطولة عاملة إزاي؟ والحمد لله في النسختين الأخيرتين اتلعبت في ظروف كورونا وكانت ظروف طبية صعبة جدا ومع ذلك الحضور الجماهيري اللي حصل في الدوحة في النسخة قبل الماضية باعتراف الفيفا باعتراف جاني إنفانتينو فرق جدا حضور النادي الآلي في هذه البطولة الآلي عنده رقم قياسي تلاتة برونز في كاس العالم الأندية وموما هنستنى الفترة اللي جاية ولكن نستنى التكليف الرسمي فين البطولة هتكيب؟ لو في المغرب برضو نستنى الليحة لأن الليحة ممكن يحصل فيها أي تعادلات وردة خلال الفترة اللي جاية